بسانتي دكتور ميرنا الحاج موجودة معنا اليوم اختصاصية بأمراض الدم والأورام منحكي عن الحروب وتأثيرها على السرطانات أهلا وسهلا فيك دكتور بونجور بونجور لكل المشاهدين نحن يعني بالمبدأ مش كتير واضح لقلنا شو هي أسباب السرطانات يلي بتجي على جسم الإنسان مش شو واضح مية بالمية ولكن منعرف أنه في مجموعة ظروف تغيرت مع تقدم السنوات وخلت أنه هالنوع من الأمراض يكتر أكتر ويصير نسبته أكبر وأنواعه أكتر مضبوط هي العلاقة بين الحروب والكانسر قديمة جدا إذا بدأ نرجع لورا حسب التاريخ من أيام الحرب العالمية الثانية اللي أنهت الحرب العالمية الثانية هي الأنبولين الدووية هيروشيما ونقاساكي وثم تشيرنبيل والحروب اللي مرأت بكل العالم بالعراق بالأوكرانيا وبلبنان وهلومجارة وبسوريا كمان ما ننسى من وقت الحرب العالمية الأولى والقنبلة النووية الشهيرة تبين أنه من بعد عشر سنين وخمسة عشر سنة وعشرين سنة لأنه تأثرت هالأثر هالنوكليير أثر غير هالجان غير العقل المدبر للخلية لا تتحول إلى كانسر ولاحظوا أنه في كتير كانسر بالدم بالغداد الليمفوية يعني الليمفومة بالغداد الدراقية بازلعيم بالرئة هيد من وقتها له هلا والحروب تتتالي تتتالي على الكرة الأرضية وأكيد كل ما شفنا أنه في حرب وكل ما تطورت الأسلحة بالحروب واستعملت الأسلحة كل ما زاد أنواع الكنسر وزادت أنواع الكنسر الخطرة على الأولاد على الصغار بالعمر كما على الكبار بالأعمار أذا بدأ إشير كمان على حرب الفيتنام حرب الفيتنام استعمل أسلحة فيها باستيسيد يعني فيها مضاد للحشرات بكمية كثير عالي وكمان زادت زادت الأمراض السرطانية بالعراق بلد بلد نحن كثير بنعرفه بيجي لعنا كثير عراقيين لا يطببوا في لبنان خاصة للأمراض السرطانية ونشوف أنه عندهم نسبة نسبة سرطان كمان عالية عندهم من ورق الحرب العراقية الإيرانية يلي من بعد عشرات السنين تحول هالجان تحول هالعقل المدبر للخلية واتطوروا كل هذه أسلحة محذرة مبدئيا مفروض أن تكون موجودة ولا تستعمل بالحروب المشكلة لا تعرفة لأن اليورانيوم الشهير كل العالم يعملون لليورانيوم اليورانيوم كثير مضر مضر للخلية بحد زيتها لا يتحول لكانسر واليورانيوم نحن يستعمل بالأسلحة التي تنزل علينا هذه الأضواء التي نرى من الإيران التي نرى هلأ في لبنان بالحرب الحالية سموها الحرب الثالثة نرى أضواء حضرة صفرة لا أعرف والإنبعاثات هؤلاء كلهم يأثرون أدى الخوف والسترس الذي يأثر على الصحة وصرنا نعرف أدى كمان ممكن هذا التأثير على الصحة من بعد يأدى لسرطانيس كل العلوم تبينت أنه استرس هو يخفف المناعة المناعة الداخلية المناعة الداخلية هي بطريقة متواصلة بتدفع عن جسم الإنسان بتدفع عن جسم الإنسان إذا صار فيه تغير بقلب الخلية بتقضي عليه لا يعمل إكيليبر لا يعمل شيء متوازن بالجسم لما بيكون في عنا مناعة واضحة بطريقة طويلة شوي ساعتها الكنسر عادة بيوع أكتر وكل السترس بيّن أنه بيوطي المناعة نحن بنعرف من زمان أنه كل الأمراض اللي بتوطي المناعة مثل السيدة والأشخاص اللي بيحدهم أمراض دواء بيوطي بيوطي المناعة كمان معرضين يعملوا كنسر أكتر من غيروني كيف إذا كان السترس العيشين بالحرور متواصل ومتواصل والخوف الدائم الأعمار اللي كنت عم بتقول أنه صارت أوطق صغيرة كنا نشوف سرطانات بأعمار كبيرة اليوم عم نشوف بأعمار كتير صغيرة نعم منشوفهم ليش لأنه لأنه محواطين لأنه محواطين لأنه في الأمرأة الحامل قد يشفي عندها سترس وشو بتتلقى شو بتتلقى قصص سموم بتتلقى هذا الشيء نتنفسه وما نعرف نتنفسه أو أنت منعكله لأنه كل هذه السموم عم تنزل على الأرض على الأرض بننزل الماء نحن بنزرح هالخصة وهالبنادورة عم نكلها سيكون دير ما لاتر آن سهولة كلهم هولة كلهم بأسو من بنبطن المرأة الحامل للأولاد الصغار والكبار بطبيعة الحال اليوم والكنسر عند الصغار بيجي عادة أقوى أقوى وأجرسيف أكتر بحربنا اليوم شو اللي معقولة يكون عم نعمله كويقاية هلا المشكلة المشكلة العلاج المبكر كتير عن متأخر عنه يعني إذا لاحظنا نحن عشنا بكورونا سنتين ثلاثة بالكورونا قليل من القليل من النساء قليل من الرجال راحوا عملوا فحوصاتهم الدورية فحوصات الدورية ماموغرافي كولونوسكوبي كالهوليكي وحتى المرضى الكرونيكي اللي بيعملوا فحوصات دورية اللي تعالجوا قبل عم يعملوا فحوصات دورية وقفوا فحوصاتهم الدورية ولاحظنا أنه في كتير عالم اجت عندها أمراض سرطانية هذا من قبل يعني في الأزمة الاقتصادية لان كل الأزمة الكورونا كيف بعد إذا كان في عنا حروب عنا حروب وعنا تهجير كل العالم راح تأجل علاجاتها راح تأجل راح تأجل الفحوصات الدورية راح نكتشف راح نكتشف أمراض أمراض منتشرة ما فينا نكتشفهم بالأول ونشفى المرضى هيدا أول أول مشكلة الثاني مشكلة الأمراض الأشخاص اللي عم يتعالجوا يلي عم يتعالجوا يلي 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 أطباء سيفاريت تهجروا ما بقى عندهم إمكانية أنهم يتعالجوا يمكن نحن مضطرين نغير لهم العلاجات لأنه في علاجات راح تنقص في علاجات ما بقى يقدروا يدفعوها صار في عنا مشكلة أكتر كيف نقدر نصححهم ونعالجهم كمان هيدا مشكلة أكبر اليوم في أشخاص بلشوا يفكروا يلبسوا ماسكات في أشخاص بلشوا يلبسوا ماسكات رادي يعني أي ماسك هو اللي بدو يعني يكون فعال بهيدا الحروب هو ماسك الكورونا هو ذاته هلأ مبدئيا بس ما في ستاديز ما في ستاديز لا نعرف أي لا نحن أصلا ما بنحل شو عم يكبوا علينا مع هذا المشكل اللي بدنا عم نقول الألوان اللي عم تطلع ولكن بظل مفيد المسك بظل مفيد بالمناطق القريبة شوي بالمناطق القريبة وأكيد الأفضل أن الانتفاف هو أفضل من المسك العادي اللي يستعمل للأزرق بطبيعة الحال لأنه بيعمل بلوك أكتر بس ما في ما في ستاديز يعني ما في أبدا تجارب ولا دراسات إذن قوي قاية هو الاكتشاف المبكر هو كانت الوقاية الوحيدة بالنسبة للسرطانات لأنه ما عنا سيطرة على الموضوع كتير هلا الوقاية الأفضل ما يكون في حروب وما يكون في عنا هذا بطبيعة الحال بس أنه أنا مساجي اليوم للمرد كلهم ولكل العالم ما يتأخروا بفحوصاتهم الدورية ما يتأخروا ولا يأجلوا علاجاتهم ولا فحوصاتهم لأنه جربناها قبل بالحروب اللي قبل جربناها قبل بالكورونا وشفنا كتير أنه في عالم رجعت راجع المرض معهم وصار منتشر لأنه ما عملوا فحوصاتهم يعني جربوا بالإمكانيات اللي بيقدروا يعملوها يقدروا يعملوا فحوصاتهم كلها وبعرف إذا كمان شركات الإنشورنس شوي لازم تكون عندها بل كشروط أخف بشوي كمان على الناس لحتى اللي يقدروا يعملوا يعملوا فحوصاتهم وهذا مشكل كبير وهذا شيء بناسبة أكتر لأنه الاستشفاء أصعب بكتير من البقاية يعني ومكلف أكتر بكتير من البقاية بس ما عم يوصل لها المساج ومعرف لك 100% شكرا لألك دكتور مينا الحش اختصاصية أمراد دم وأمر أورام أهلا وسهلا فيك مرسي كتير لألك كاتشا ومرسي لجميع يا أهلا وقفة هلا أورام تبع